ورجعنا لكم والأهل لخط أحمر قضية بنتكلم فيها يعني للبعض اللي عايز يفهم لو انت عايز تفهم هتسمع كلامنا وتركز فيه وما بنقولش كلام مرسل لأن أسهل حاجة دلوقتي ممكن تتقال هي الكلام المرسل فكرة الرعاة والشعبية دي حاجات مش وجهات نظر دي حاجات جرى العرف في العالم أنه هو توصل لقواعد أساسية فيها بطلاتك جماهريتك واللي هي أيضا شعبيتك وعوائد قيمتك التسويقية وفكرة تفوق العنصر الفردي عندك حتى وقدرته على أن يكون متميز عن غيره دي حاجات كلها بتخلي الراعي يقدر يبصلك بتخلي الراعي يشوف فريق لو جيت بصيت بسهولة جدا مثلا على مدار بطولاته مثلا حتى في بطولة الدوري وهي البطولة المحلية تلاقي ضعف المنافس بتسأل الفريق ده يقدر يفيدني بإيه تلاقي الفريق ده بيسافر بطولة زي كاس العام الأندية بيشارك فيها سبع مرات فبالتالي حتى بيعمل لي تسويقيا مش داخلي فإذن إحنا عندنا عدة عناصر حنتكلم معاكو فيها كده أنا أسامة ونتناولها ببساطة عنصر عنصر أولهم عنصر الجمهور عنصر الجمهور من أهم العناصر دي على مستوى الشعبية لو جينا نستعرض أنت أسامة بتيجي تكلمني سهل جدا أي حد يقول لنا كلام مرسل يجي يقول لك خلاص معيار البطولات اتكلمنا فيه ده أرقام واضحة ما فيهاش مجال للاجتهاد ممكن حد يجي يقول لنا بس أنا شعبيتي أكتر منك في جزيرة تاهيتي وفي رواندا وفي الخليج حلو كلام حلو والله بس كلام مرسل ما حتكتشف مع الوقت أنه مجرد كلام مرسل ليه؟ لأنه لما تيجي تستعرض على وسائل التواصل الاجتماعي حجم متابعة النادي الأهلي هتيجي تلاقي ما يقرب من 33 مليون متابعة جمهوره على وسائل التواصل المختلفة على الجانب الآخر 14 مليون للمنافس إذن النادي الأهلي يتحدث عن أكثر من ضعف الشعبية يعني لو 100 واحد ما يقرب من 70 منهم على هذه المعادلة بيشجعوا النادي الأهلي ده كلام لما يجي حد يقول لي أصلانا جمهوري موجود أكتر في الخليج وجزيرة تاهيتي وموجود في رواندا حاجة أقول لك ببساطة هو الجمهور ده مش بيتابع وسائل التواصل عندك يعني مش بيتابع صفحاتك وأجماعة ترافق ده لما يجي الناس اللي بتعمل أبحاث مهمة جدا عشان تقيم حيجي يبص للحاجات دي هو جمهور الجمهور حتى على الجانب الافتراضي أو على الجانب السوشيال ميديا موجود ولا أصلا ده ما بيتحقش في أي أرقام وحيقيم بده مش بالكلام المرسل اللي خسرك كتير لما تبدأ تقارب ده معيار من ضمن المعايير بس عشان بس نكون أمناء مع الناس ممكن ناس تقول لك من اللي بيتابع على الفيسبوك هو اللي بيتابع على تويتر هو اللي بيتابع على إنستا هقول لك حتى لو خدنا معيار واحد أي معيار أو أي بلاد فورم واحد هتلاقي الضعف يوم زمالك يحقق متابعة كبيرة يعني الفيسبوك الضعف تقريبا 15 ألف النادي الآلي سبعة للزمالك تويتر 9 مليون الآلي خمسة زمالك إنستا ده موضوع ما فيهش يعني مقارنة خالص 8 و 8 من 10 مليون آلي واحد و 8 من 10 مليون زمالك ففعلا الإجمالي يعني خلاني مشاء مجازا الإجمالي 33 مقابل 14 نقص لنا 9 مليون يا جماعة احنا عودينا 42 دوري زمالك محافظ على 14 مليون وعلى 14 دوري فده من قياس واضح جدا للمعلم والمعلم بالتأكيد بيبقى شايف ده المعلم ما بيجيش بالحب والقرب المعلم ممكن يكون زمالكاوي وبيختار النادي الآلي وده كده جدا سمعناها من نجوم لنادي الزمالك ليه لأننا في النهاية أنا عايزة بيع منتاجي أنا عايزة أوصل للمستهلك مين المستهلك بيشجع بقى أهلي بيشجع زمالك بيشجع التحاد بيشجع أي نادي أنا بشوف في المستهلك ده مشجع النادي الآلي تعدادهم قد إيه مدى قوتهم على أرض الواقع قد إيه فجزء منها بيقيموا السوشيال ميديا ومتابعين السوشيال ميديا مش كده وبس النقطة الأهم كمان عشان البعض من إعلام نادي الزمالك وجماهير النادي المنافس بيطلقوا يكلموا بشكل إن فيه إحنا الأكثر فهما لقرة القدم والله كل ده كل ده حتى لو يعني مجازا قلنا أوكي ممكن يكون ده وده مش حاصل هقول لك لا يعني المنتج في شيء المنتج في شيء لا يعني المعلن في شيء هو عايز في النهاية شريحة جماهيرية يقدر يوصلها بأسرع طريقة وما فيش أسرع من النادي الآلي في مصر لو عايز تصل للشعب المصري من خلال منتج النادي الآلي عليك بالنادي الآلي وعشان كده هتلاقي إن الانتماء برق قصة دي بجال أعمال زمالكوية بيتمنوا بيتمنوا إن يكون المنتج بتاعهم على كتف النادي الآلي أو على الشرط بتاع النادي الآلي لو بقى فيه مكان بقى عشان إن شاء الله الرعاة عندنا حيبقوا كتير والأولوية للأهلوية ولكن إحنا تكلمنا معاكم في أرقام فيما تخص وسائل التواصل عندنا جانب آخر يعني ممكن حد يقولك قادة على وسائل التواصل بس حضورنا الجماهيري على مدار التاريخ لا هقولك حضورك الجماهيري على مدار التاريخ عندنا وقاعة كتير جدا ارجع لكل الدربيات وشوفوا يا المقياس أكتر جمهور لك هيحضر في الدربي وأكتر جمهور للأهل هيحضر في الدربي كلام ده جماعة ما يزعلش حد إحنا بنتكلم في وقاعة وما يزعلناش أي حد بيتكلم فيه لأن إحنا عندنا من تاريخنا وعندنا من المعطيات اللي يخلينا نرد بسهولة جدا وإحنا سايبين إيدينا عندنا في 2007 رئيس نادي الزمالك الأستاذ ممدوح عباس بيغلي التذاكر عشان يمنع جمهور النادي الأهلي إنه هو يحضر لأن في الوقت ده حضور جمهور النادي الأهلي كان لا يقارن عندنا كتير من جمهور النادي الأهلي لما نيجي حتى نشوف المباريات تلعبت خارجيا حتى السوبر اللي كان في الإمارات وبتطلع اللجنة المنظمة تأكد مرة واثنين إن تجزاكر جمهور النادي الأهلي خلصت والسيستم ما فيهوش أي مشكلة بس أنت أدخل كمنافسة حجز وبردو نيجي نشوف الملعب فارق الحضور يعني جوه مصر بره مصر في رواندا في جزيرة تهيتي هتلاقي النادي الأهلي هو طبيعي حضوره وجمهوريته طاغية تعال بقى ببساطة سيبك من كلامنا احنا احنا ناس أهلوية يا سيدي منتبين وبنقول على النادي الأهلي الكلام اللي هو من مصلحة النادي الأهلي طب تعال نسمع نجم نادي الزمال الكابتن بشير تابعي كان بيقول ايه عن حضور الجماهيري في الدربيات زي ماتش إيه أعتقد ثلاثة ربع ماتشاتي مع النادي الأهلي كنتمشو جبرئي أكثر ثلاثة ربع ماتشاتي ده كان ليه مبرر عندكم في ايه كان ليه مبرر ليه الجماهير ما بتروحش هل انتو مثلا ما كنتوش عند سقط الجماهير في الوقت هل كان ترتيب الدوري كان الدوري محصوم كان ترتيب الزمال ما نقول عمرنا ملعبنا النادي الأهلي مثلا في الفترة اللي موجود فيها معلشي وكان الدوري محصوم ولا حاجة لا ماتش وماتشين زائد ان كمان الحاجة المهمة ان احنا كمان لما مثلا النادي الأهلي كنا مثلا بنتقدم عليه كان جمهوره مثلا يعني صبرت للفرقة التسعين في الماء في ظهرهم لغاية ما يتعدلوا أو ماتش يطلع يعني يعني كويس معهم احنا لو كان بدخل فينا جون في الأول الجمهور ما كانتش به كاله أعتقد الكلام واضح والرعي أكيد بيفكر بنفس المنطق مهيب عبدالهادي بيقول لبشير التابعي أنت عارف أنت بتقول إيه لما تتكلم عن فارق جماهيرية لصالح النادي الأهلي في المباريات وتتكلم عن فارق سيكولوجية النادي الأهلي وجمهوره جوه المباريات إزاي بيشد فرقته حتى لو أنت بتتقدم طب مهيب حاولي لقيله مخرج قال له يمكن إنتوا عشان في الفترة دي كان النادي الأهلي متفوق عليك وقال له لا ده فترة إحنا كنا بنكسب النادي الأهلي والنادي الأهلي بيكسبنا بل كنا أحيانا كتير بنبقى متقدمين طب التاريخ بيقول إيه التاريخ بيقول إن الرواية دي صح سيبك من الافتراضات بقى تاريخ بيقول إن الجولة الأخيرة في موسم 2003 الأهلي وإنبي والزمالك والإسماعيلي النادي الأهلي جمهوره بك كامل واصق في فريقه حتى لو خسر الدوري في المباراة دي لأن ده وارد بس ثقافة الجمهور إيه أنا مع الفريق لحد آخر نفس نادي الزمالك بيفوز على النادي الإسماعيلي وبيتوج بالدوري وسط مدرجات خوية واللعيبة بتقول يا ريت الجمهور كان يبقى واصق فينا ويحضر هو ده انعكاس فكرة مش بس البطلات فكرة فارق الجماهيرية والشعبية ومش على لساننا على لسان نجوم نادي الزمالك في الموسم ده بالمناسبة نقطة التحول في الموسم دوري اللي بيسموه دوري سيد عبد النعيم هو فوز الزمالك 3-1 على النادي الأهلي في هذا الموسم لكن الكلام ده ممكن البعض يقولك أصلي كان ابن الكابتن بشير التابع بيلعب في أحد الأندية كان بيلعب في النادي الأهلي في الناشئين فممكن يكون في حالة ود شوية مع النادي الأهلي طب نروح لشخص آخر عمره ما كان في حالة ود خالص مع النادي الأهلي وهو الكابتن محمد صابرين شوف قال إيه ونرجع نعقد كان النادي الأهلي دايما بيحب ينزل التاني دي بتعمل إيه وهو نازل إحنا كنا بنبقى في الإحماء بقى وهو نازل جمهوره بيروجل الإستاذ فدي برضو كانت ممكن تعمل مشكلة لبعض اللعيبة وهو بيعمل الإحماء بتاعه موارد أنه ممكن يقع منك لعيب أو اتنين يتخض طبعا من صوت الجميل طبعا الموضوع صعب 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 لحد بداية المباراة فتستنى تعمل العكس فأنا كنت دايما قلت لا إحنا مش هننزل غير لما النادي الأهلي ينزل محمد صابر بيتكلم في نقطة مهمة جدا ألا وهي كمان قوة جماهير النادي الأهلي في وجود جماهير نادي الزمالك إنها بترج الملعب فممكن توقع لعيبة نادي الزمالك من ضغط قوة جماهير النادي الأهلي هي دي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها ليه حاليا النادي الأهلي أكتر فريق متضرر من غياب الجماهير عن كامل يعني كامل المدرج عن الاستاذ هي دي المشكلة إحنا فعلا أكتر فريق بيتضرر من غياب جماهير النادي الأهلي ونرجو إن العدد المسموح بي يتزايد ونرجو من جماهير النادي الأهلي تحضر بمنطقة القوة لأنه إنتوا فعلا العامل رقم واحد في تحقيق البطولات ولكن نرجع لكابتن محمد صابري وبيتكلم عن رجة الاستاذ في لعب آخر بقى ما كانش بيحب ينزل تاني يعني محمد صابري قالك حلاقي إن لعيبة النادي الأهلي تنزل نسمع رجة الاستاذ دي وبعد كده ننزل براحتنا عشان نبقى فيه عندنا بعض الثقة وده اللي اتكلم فيه ميده لما كان مدير فني النادي الزمالك وقال فيه مشكلة نفسية عند لعيبة الزمالك من موجهة النادي الأهلي في وجود جماهيره فدي كانت نقطة مهمة جداً اتكلم فيها لعب آخر كان على عكس محمد صابري وهو شيكابالا نجم النادي الزمالك من واحد كان بيحضر في المدرج شيكابالا كان بيعمل الحركة اللي هي كانت بتستفز جماهير النادي الأهلي اي لعب بينزل سواء من الاهلي او من الزمالك المفترض ان جماهيره بتندع عليه شيكابالا الوحيد من لعيبة نادي الزمالك اللي كان بينزل يفتح سبرينت في اتجاه الثالثة شمال الناس اللي حضر المدرج عارف الكلام ده كويس قوي في كل مباريات القمة ليه عشان ياخد شحنة الغضب من وجهة نظره جماهير النادي الأهلي فيبدأ يركز فيه الملعب الحقيقة شيكابالا مركز سلا بعد ما المدرجات في دي والحقيقة عمل أرقام مؤخرا كانش هيقدر يعملها لو كان المدرجات دي لسه موجودة وفيها جماهير النادي الأهلي دي قناعات الشخصية هو لعب كبير جدا ولكن كانت دايما وأبدا بيستفز جماهير النادي الأهلي فجماهير النادي الأهلي لما تكون رد فعل شيكابالا والإساءات اللي كان بعملها شيكابالا مع جماهير نادي زمالك بعد أي مباريات الناس كانت بتطلع تتهم جماهير النادي الأهلي بالعنصرية أنتوا بتعاملوا مع شيكابال عشان نجمل فريق وعشان عنصرية هنا مثال مبارح تحديدا حصل أحمد سيد زيزو كان نضيف الأستاذ عمر أديب وأحمد سيد زيزو هداف الدوري المصري برقم 19 أدف أكتر لعب صنع أهداف أفضل لعب في مصر حاليا من وجهة نظر النقاد الرياضيين جاء أحمد سيد زيزو طلع يتكلم كلام مختلف شيكابالا لما كان مع الأستاذ عمر أديب قال إيه هيدوس علينا يا أستاذ عمر يتكلم بنظرية فيها مؤامرة بحتة أحمد سيد زيزو بعقلية مختلفة قال إيه قال ما قدرش أقول إن احنا خدنا الدوري عشان الفار ولا قدر أشكك في 42 دوري خده من نادي الأهلي عشان ما كانش موجود الفار النادي الأهلي خده 42 دوري عشان كان الأفضل وإحنا خدنا الدوري ده عشان كنا الأفضل ده من وجهة نظر أحمد سيد زيزو لكن مش دي المشكلة المشكلة أن أنت ملاقيتش هجوم من جمهير النادي الأهلي على أحمد سيد زيزو على مدار الموسم الماضي أحمد سيد زيزو كان بيلقى إشادة من جمهير النادي الأهلي وإحنا في تنافس وكنا بنقول لها جماعة أنتوا بتدعموا لعب منافس أنتوا بتدعموا لعب المنافس بتعلوا من ثقة بنفسه كان بيحصل من جمهير النادي الأهلي إذن جمهير النادي الأهلي مشكلتها مع شكبال عمرها ما كانت تميز ولا لعب نجم شكبال ما فيش موسم الزمالك خاد فيه الدوري عمل عشر أرقام أحمد سيد زيزو وبتكلم بجد عشر أرقام يعني زيزو لما تقول 19 هدف و13 جول تبتتكلم في 32 العشر ده 3 3 أهداف مثلا شكبال أربع أهداف أو 3 أهداف في أربع دوريات خادها ما سجلش عشر الأرقام دي ممكن يكون ساهم في أهداف لكن ما سجلش أبدا الأرقام اللي سجلها أحمد سيد زيزو ومع ذلك جمهير النادي الأهلي بتتعامل معه بشكل فيه ترحب شديد جدا وما فيش أي نوع من أنواع أن فيه عنصرية أو تنمر زي ما بتالها على شكبال مش كده أو بس لون البشرة الكابتن محمد عبد الشافل نفس اللون كان عندنا بيت سمسي ماني نفس اللون وكابتن محمد عبد الشافل بيلقى باحترام وقبول شديد جدا من جمهير النادي الأهلي فدي نقطة كانت مهمة جدا عشان بس البعض اللي بيتاهم جمهير النادي الأهلي لا جمهير النادي الأهلي مشكلتها مع لاعب نادي الزمالك وأسطورة نادي الزمالك من وجهة تنظرهم شكبالة هي سلوكيات وليس على الإطلاق مهارات فنية أو أرقام بتتحقق على أرض الواقع دي بس النقطة اللي كانت شكبالة مختلف فيها مع محمد صبري ولكن دائما وأبدا جمهير النادي الأهلي بشهادة لاعب نادي الزمالك كانت في المدرج لها عامل السح ولها مفعول السح وتقلق شكبالة الفترة الأخيرة وتسجيله بعض الأهداف في ورات القمة أنا من وجهة نظر برجعها الحاجتين عشان أكون أمين خبرات شكبالة المترقمة وغياب جمهير النادي الأهلي عن دعم فريقها بسبب القرارات اللي نتمنى أنها تتغير من ربط الأندية مع الموسم القادم إن شاء الله أعتقد زيزو لاعب بيحاول يحافظ على نفسه على الجانب الآخر الجمهور أي أن كان الإساءة لأي حد ده بيكون مرفوض بس كمان لازم نكون عارفين أن الإساءة في حق الجمهور دايماً بيكون نقيصة أكبر لأن أنت كفرد تقدر تتحكم في سلوكك كفرد إنما كمجموع بيكون الأمر أصعب لشان كده دايماً بنتكلم في النقطة دي ولكن نرجع بقى لقصتنا الرئيسية تمنى تكونوا لسه فاكرينها لا معنا لأن زيزو هيدخلنا المدخل أنت إزاي بتصنع شعبية وهي فكرة اللاعبين المؤثرين اللاعبين المؤثرين إيه علاقتهم بفكرة الرعاية وإيه علاقتهم بفكرة التأثير وإيه علاقتهم بفكرة البطولة كتير جداً جداً من الجمهور اللي تعلق بلاعب كتير جداً من الجمهور اللي تعلق بلاعب أنا بشوف في العالم كله تسويقياً أنت بتيجي اللاعب ده حاجة تسويقية بتشوفه بيعمل إعلانات بيعمل دعاية ليه مش عشان بس هو ناديم وتفوق عشان هو كمان قدر يصنع تفوق فردي على الجانب الآخر لما بنيجي بقى نقيس في قصة الرعاية تعال شوف النادي الأهلي على مدار آخر 20 سنة تعال شوف في أفريقيا تعال شوف المنتخب وهو بيحقق بطولات من 2006 ل2010 الأهلي وهو بيحقق بطولات من 2006 للمنتخب تعال شوف كان دايماً سما سيدة يتقلك إحنا لما رحنا أفريقيا الجمهور كان بينادي على عصام الحضري بينادي على واق الجمعة بينادي على محمد أبو تريكا بينادي على محمد بركات بينادي على أحمد حسن مش عايزين نبخس أي لعب حقه أنا بدي على سبيل المثال ولكن يبقى اللاعب مرتبط بالشعبية ومرتبط بالجماهلية ومرتبط هنا بالناس اللي بتقول أفريقيا والخليج مرتبط بتأثير اللاعب ده عند الناس البسيطة في أفريقيا إيه؟ وهم بيشوفوه رمز بالنسبة لهم وملهم أكيد حينتموا للفريق اللي هو بيحبه أو بيلعب فيه طب نربط ده بإيه؟ نربط ده باللعيبة اللي على مدار من 2005 إلى 2022 سبع لاعبين من نادي الأهلي بيحققوا الأفضل داخل القارة محمد بركات محمد أبو تريكا 2006 2008 أبو تريكا أحمد حسن 2010 أبو تريكا 2012 و2013 ومحمد الشناوي مؤخرا 20-22 طبعا الراعي لازم يبصل ده وطبعا الشعبية والجماهرية مرتبطة بده طيب لو أنا جيت قلت لك تأثير البطولات اللي تكلمنا فيها وتأثير تفوق اللاعبين اللي أنا كلمتك فيه وجيت قلت لك تأثيره في الشعبية إن أنا في مرة دخلت فصل فيه أربعين واحد وروحت الأربعين دول قلت لهم يا جماعة اللي بشجع النادي الأهلي يرفع إيده ف38 من الاربعين رفعوا إديهم وقالوا إحنا أهلوين على الجانب الآخر تبقى اتنين بس ما رفعوش إيديهم فقلت يا جماعة طب الزمالكاوي يرفع إيده فواحد بس رفع إيده والتاني لأ فقلت له انت بتشجع أيه قال للزمالك بس أنا مكسوف أو مش عايز أرفع إيده لما أقول لك الرواية دي هتيجي تقول ده تعصب ده إنحياز للنادي الأهلي إزاي تقول الكلام ده الكلام اللي انت بتقوله ده غير منطقي وغير حقيقي بالمر مفجأة قبل ما تسخن بس وتقول الكلام ده اللي قال الرواية والقصة اللي أنا بحكيها لك دي كابتن جمال عبد الحميد نجمي نادي الزمالك واسمعها منه بقى بالسان فالموضوع بقى صعب جدا اللي إحنا عملاها والقاعدة العريضة من الجماهير اللي تهمنا فيها أنا وإبراهيم وحسني شحاية ترجع فرطوة بصري وحمد أمام والعلي خليل والناس دي امبارح دكتور عز الله حاجة أنا كنت أول امبارح في مجرسة مدعو كده الندوة مع طلاب صغيرين تسين فأسألت مين أهلاوي كان حوالي موجود في القوضة أربعين ولد مين أهلاوي حوالي ثمانية ثلاثين رفعوا أديهم ففضلت مين؟ انت بقول مين زمالكاوي فواحد رفع والتاني ما رفعش بقوله انت رفعتش ليه؟ قال لها زمالكاوي بس مكسوف رفع أيديا لو فضلنا نحلف لكم وفضلنا نأكد ان الواقعة دي حصلت عمر حد ما كان حيصدقنا إلا وانت بتسمعها على لسان نجم زمالكاوي أنا بقولك شديد الانحياز لنادي الزمالك وموجود داخل نادي الزمالك فبالتالي الكلام واضح والكلام صريح والكلام ما فيهوش أراء بس ايه اللي كون ده؟ الحاجات اللي احنا بنحكيها لكم على مستوى فوارد كتير على مدار ساناوي بقى احنا كده تكلمنا على الشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي تكلمنا الشعبية على نطاق المدرج وازاي لعيبي نادي الزمالك كانوا بيتكلموا عن الرعب من هزة مدرج النادي الآلي اتكلمنا كمان عن المدارس والمدارس والفصول ده اللي احنا نقلنا للشارع بقى يعني ده الشريحة اللي تقدر تقول قصناها على أرض الواقع اللي قالها الكابتن جمال عبد الحميد واللي بيأكدها حتى أرقامه وإحصائيات كتير تعالي أشوف أي استفتاء بيصدره أي اتحاد سواء رسمي أو غير رسمي وفيه لعب من نادي الأهلي هتلاقي على طول بيتصدر الاستفتاء الاتحاد الأفريقي لما جاء يعمل احتفال بمرور خمسين سنة على تأسيسه وقال إن احنا هنعمل استفتاء على الأفضل عشرين لعب في القرى كانوا طرحهم متين اسم هم طرحوا متين اسم شايفينهم كل فترة زمانية كل عشر سنين هنطرح مجموعة أسماء ويتم التصويت والاختيار عليها هقولك ايه بعد عن فكرة الأساس اللعب ده الأفضل ولكن هقولك إن ده اطرح للجماهير الجماهير اخترت مين من ضمن العشرين اسم الأفضل في القرى خمس لعب مصريين منهم أربع أهلوية واحد فقط لغير لعب زمالكاوي اختروا كابتن محمول خطيب كابتن حسام حسن كابتن صالح سليم كابتن هاني رمزي ومن الزمالك الكابتن المحترم كابتن حسن شهاتة ده لما بيدل على حاجة بيدل على قوة جماهير النادي الأهلي الشعبية اللي البعض بيحاول بكلام مرسل يقول أنا عندي شعبية هنا وهنا وهنا طيب كلمنا على الشعبية وكلمنا على الجماهير وكلمنا عن لعبين المؤثرين طب في النهاية ايه؟ في بطولات الأهم اللي هي بتعملك رصيد من الجماهير لأن البطولات هي اللي بتعملك شعبية بطولات النادي الأهلي لما تيجي تقيمها إجمالا وتقارنها مع بطولات نادي الزمالك هتلاقي حرفيا أيضا وصلة للضعف جبنا بعض البطولات لأن في بطولات عربية وبطولات غير عربية النادي الأهلي اشترك فيها فجبنا بعض البطولات الرسمية واستعرضنا هذه البطولات عشان نوضح أرقام النادي الأهلي في البطولات دي هتلاقي في دورة أبطال أفريقيا الأهلي واخد عشر بطولات والزمالك خمسة بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس اللي اتلغت الأهلي خد أربع مرات والزمالك بطولة واحدة يمكن المقولين واخد أكتر من الزمالك الكونفدرالية الأهلي بطولة والزمالك بطولة السوبر الأفريقي الأهلي تمانية الزمالك أربعة يعني ماشيين تقريبا في بطولات فيها الضعف الدوري العام هنا اكتر من الضعف 42 و14 البطولة او المسابقة اللي نادي الزمالك بيقترب فيها من النادي الاهلي ايه مسابقة كاس مصر 37 و28 السوبر المصري الاهلي 11 الزمالك اربعة مشاركات كأس العالم للاندية الاهلي شارك سبع مرات الزمالك لم يشارك في اي بطولة تخيل البعض هيقلل من قيمة بطولة كأس العالم للاندية ولكن نادي الزمالك جماهير ويعلامه عاشوا فترات طويلة جدا يتحدثوا عن ان نادي الزمالك هو افضل اول نادي مصري يشارك في كاس عالم للاندية بس البطولة اتلغت عشان ملقوش فيها رعاة ارزاء هي ارزاء زي البطولة القادمة دي النادي الاهلي خسر يعني في المغرب امام الوداد البيضاء والمغربي ارزاء لو اتلعبت واندوروا على اي نادي بقى او اي دولة تدفع 25 مليون دولار وده صعب جدا فهي ارزاء فالنادي الاهلي شارك 7 مرات حقق 3 انجازات قالوا يا برونزية كأس العالم 3 مرات اذا البطولات دي لو انت مش مقتنع انها بتشكل شعبية فدي مشكلة عندك انت في طبيعة فهمك لقرة القدم ومشكلة هتكون كبيرة جدا لما يكون الكلام ده بيتقال على لسان رحمة الله عليه الكابتن محمد حسن حلم زمورة اللي لو عصرته كده وهو حي كان هينزلك زمالك راجل زمالكاوي قلبا وقالبا حتى هو حامل راية نطلع نشوف الفيديو الجايدة ونرجع نعرف يعني مثلا زمالك بيمثل تقريبا في رأيك كم في المية من جمهور بصراحة بصراحة يمثل 45% لأنه هو له جمهور كمير ولو جمهور في البيوت يمكن يعني كثير من جمهور ما بيروحش الملعب لكن هي الشعبية دي بيتيجي طبعا هوية النتائج يعني أنا هقول حاجة يمكن تاريخ قديم الناس الزمالك يمكن قبل سنة 32 يمكن كان له 9% لأيه لأنه واخد شعبيته كان من المرحوم حسين حجاز النادي الأهلي خد منه من سنة 32 وطالع خد الصحب شعبية كتير الكابتن حسين حجازي راح مطلع عليه تقريبا اعتزل سنة مسم 32 يعني 1932 ممكن يكون 32-33 ده اعتزله قرة القدم الكابتن محمد حسن حلمي راح مطلع عليه في لقاء 1971 أو 72 يعني بعد 50 سنة تقريبا أو 40 سنة من اعتزال الكابتن حسين حجازي شايف أن شعبية نادي الزمالك من وجهة نظره نزلت من 90% من 90% لـ 45% بسبب اعتزال القعد وأن النتائج النادي الأهلي أفضل في الفترة دي طب هو أصلا على انطاق الـ 40 سنة دول لو جيت قيمتهم وجيت قيمت تاريخ بطولات النادي الأهلي بتاريخ بطولات نادي الزمالك هتلاقي فيه فارق حصل هتلاقي فيه فارق حصل بس الصراحي نادي الزمالك ايه هو الفارق؟ ان انت بدأت تظهر على مساحات أكبر بدأت تروح لأسواق أكبر بدأت تروح كأس العلم للأندية بدأت تتشاف في الوطن العربي من خلال بطولات القرية ونهاء بطولة أفراقيا اللي كان في التمينات وانت بتحققه ما بيظهرش يوم المرات لا تزيع فحاليا انت شعبيتك أكبر خارج مصر فتخيل الكابتن محمد حسن حلمي شايف ان شعبيت زمالك تأثرت بغياب لعب او باعتذان لعب قرأة القدم وبالمناسبة وكان حق يقول كده لان في الفترة دي وجود حسين حجازي في الملعب ما بيقدرش يحقق بطولات الا لما ينضم حسين حجازي نادي الزمالك علي عكس النادي الاهلي موجود حسين حجازي بيحقق بطولات مش موجود حسين حجازي موجود مختارت تتش وغيره يحقق البطولات لانه ده أصلا النادي الاهلي أسس على انه لا يقف على لعب وهي هذه طبيعة أندية أما الكابتن محمد حسن حلمي شاف أن الشعبية تأثرت نزلت 45% بسبب لعب وبسبب نتائجنا الآن أنت شاف إيه اللي تغير هتقول لي لا اللي تغير كتير اللي تغير أن احنا آخر سنتين هو الأهلي عمل إيه آخر سنتين ده احنا خدنا اتنين دوري وبطولة كاس مصر هقول لك آه صح آخر سنتين لهم آخر 24 شهر هقول لك لا الأهلي خد اتنين دوري أبطال أفريقيا الأهلي خد اتنين سوبر أفريقي الأهلي خد برونزيتين كاس عالم للأندية الأهلي خد بطولة كاس مصر ده آخر سنتين اللي حريب تتكلم فيهم فلما تيجي برضو تقيم حتى آخر سنتين اللي انت شايف أن انت واخد فيهم اتنين دوري هتلاقي النادي الأهلي على نطاق أوسع واخد بطولات أكثر مشاهدة وتوصل لأماكن خارج مصر وبالتالي أي حديث عن اقتراب اقتراب يعني حقوق رعاية بين أهلي وبين زمالك هو حديث للاستهلاك فقط لغير والشعبية واضحة جدا لصالح النادي الأهلي عندك حاجة أخفلتها وهي أن انت قلت النادي الأهلي واخد كذا وكذا لا هي الحزبة عندهم دلوقتي أنا خدت اتنين دوري يبقى الدوري بس المقياس سوبر المصر السعودي وقتها يبقى هو بس المقياس البطولة اللي أنا حقتها وانت ما حقتهاش فهي دي المقياس فكل اللي احنا بنتكلم فيه ده تقلبك لو كل اللي بنتكلم فيه كده يبقى الرعا مش هيختاره وغير النادي الأهلي وراء بص يا أسامة فيه حاجة يا جماعة احنا بنتكلم هنا كلام الحمد لله يعني مش عايزين نطلع نتكلم كلام نبقى بنضحك على الناس اللي بتسمعنا وسهل جدا ان انت تسيب كل الأدوات العلمية وتطلع تقول أي كلام احنا هنا بنقولش أي كلام ليه؟ انت بتيجي تتكلم الناس بتشوف بطولات على مدار على أهل القرن الحالي القرن الحالي لما تلاقي تمانية دوري أبطال أفريقيا مقارنة ببطولة واحدة لما تلاقي سوبر أفريقيا تمانية مقابل اتنين كونفدرالية واحد لواحد دوري عام 13 لستة كاس مصر ستة لتسعة السوبر المصري 11 لاربعة كاس العامل الانديا بتلعب سبعة منافسك ما سنترش حتى في كاس العامل الانديا فانت هنا بتتكلم عن فارق كبير وانت بتلعب 18 ماتش كاس العامل الانديا انا لما اجي قراعي ونرجع لكم بقى واحدة واحدة سريعا للمفهوم اللي احنا قلناه اجي اشوف على مستوى متابعة السوشيال ميديا واقد رئيس الجمهور جوه مصر وبره مصر وفي كل حدة اكتر من ضعف لما يجي اشوف البطولات اخر على الاقل 16 بطولة دوري لأهلي واحد 13 ده رقم يا جماعة مفزع نادي الأهلي واحد ضعف كل اندية مصر مجتمع في الدوري انتم متخالين رقم رقم مخيف رقم مخيف حرفيا لما تيجي تتكلم ان اخر 20 سنة في افريقيا نادي لأهلي حقق دوري بطولة افريقيا 7 مرات المنافس محققاش من 20 سنة لما تيجي تتكلم عن تفرد اللاعبين وانا على فكرة مع مفهوم الراحل حلم الزمورة ولو مننا كل الاحترام هو بيتكلم في حسين حجازي حتى لو رحنا للمفهوم ده وما فينا عليها اسامة احنا استعرضنا لكم 7 لعبة بياخدوا الافضل داخل القرى اخر 20 سنة مقابل المنافس مفيش لو استعرضنا الجماهرية والحضور رحنا لكل العوامل يا جماعة والله اشتغلنا بكل العوامل الورقة والقلم انت عايز تسيبها وتاخد بكلمة انا قلفت حاجة من عندي خلاص قلف بس جمهور النادي الاهلي لن يضلل وجمهور النادي الاهلي حيفكر في اللي احنا بنقوله وعلى فكرة احنا هنا ما بنقولش ده لان النادي الاهلي محتاج ده النادي الاهلي كده كده الرعاية بتتنافس وراه نعم احنا بنقول ده إثباتا للتاريخ وتوصيقا للامور ازاي بتحسن عشان كمان المتلقى اللي بيتفرج ده لا يضلل من البعض ويكون عنده الطريقة اللي اي حد بيفكر به نعم وفي نقطة مهمة كمان يا فرس قالوا هي ايه ان محدش هيقدر يمنعك دلوقتي ان انت تجيب الرعاة اللي انت عاوزهم انت كنت بتتكلم في بعض الوقات عن وكالة الاهرام وبتتكلم عن وكالات اخرى فانت حاليا نادي تقدر تصوك لنفسك القصة سهلة وبسيطة جدا يعني الاستاذ السيفي الوزيري لما طلع في مدخلة مع الكابتن احمد شوبير وضح الصورة تماما قالك الشركة المتحدة هي كياد منفصل عن المتحدة الاعلامية وان القصة هي عبارة عن مصوق حصري وان هيكون في عقد سلاسي مبين الرعي ومبين المتحدة وما بين النادي الاهلي والنادي الاهلي هيوافق على الشركات دي من عدمه وهايوافق على المقابل المالي من عدمه فالقصة كلها مصوق للنادي الاهلي حالياً أستاذ سيف الوزيري وضح أيضاً أنه ممكن يكون مصوق لأندية شعبية أخرى غير النادي الأهلي ونادي الزمالك من الأندية الشعبية الأخرى غير النادي الأهلي والنادي الزمالك هو النادي بيأتي في المرتبة الثانية بعد النادي الأهلي فحضرتك تقدر أن أنت تسوق لإسم نادي الزمالك وتجيب رعاه فممكن تعلب رعايتك عن النادي الأهلي وارد لو أنت واصلت الثقة دي اعلب رعايتك عن النادي الأهلي هو حاط التارجت لنفسه وإن شاء الله يوصل للتارجت ده لأن التارجت اللي يوصله النادي الأهلي هيكون صعب على أي نادي أنه يوصله طيب التارجت ده في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل سيظل النادي الأهلي رقم واحد فيه لما نيجي نسمع الأستاذ خالد رفعت عضو ربطة الأندية واللي انتمعه زم الكاوي وشيء لا يعيبه هو الرجل زم الكاوي ولكن لما يجي يتكلم عن رعاية النادي الأهلي مقارنة بينه مش مقارنة حتى بنادي مقارنة بالاتحاد المصري لكرة القدم اللي بيدين مسابقات حتى لحد السنة اللي فاتت وبيمتلك المنتخب مسابقة كاسمس وحاجات كتيرة جدا تعالوا نسمع رأيه في ايه في الأهلي مقارنة بالاتحاد المصري لكرة القدم اتحاد الكرة حقوق رعايته حوالي 450 مليون ده طبعا على 4 سنين في حين ان النادي الأهلي مثلا بتلاقي ان رعايته 800 مليون 450 مليون ده اتحاد الكرة اللي هو المفروض النادي الأهلي هو يعني تابع ليه اتحاد الكرة المصري بنشوف رعايته 800 مليون ده وارد ده بيحصل برا ده طبيعي ده عادي طبعا هو ده موجود في بعض الدول وفي بعض الحالات لانه بيقف يعني بتحسب نتيجة لكذا السبب او ده بيحصل لكذا السبب طبعا نتيجة لان النادي الأهلي طبعا او اي نادي كبير في دولة بيلعب كذا بطولة فهو عنده حقوق اكتر بيعرضها للرعاة بتاعته فبتحقق له حجم مشاهدة اعلى بتحقق له ريفنيو اكبر قيمة سوقية اعلى مع المعلمين والرعاة بنفس الوقت برضو بيبقى فيه جزء شوية على اتحاد الكهورة ان اتحاد الكهورة يمكن ما بيقدرش يحط المتاح لي اللي هو المنتخب المنتخب بيلعب عدد ماتشاط اقل من اي نادي اكيد خلال الموسم فيه ان هو يقدر يقايم فاليو حقيقية للفرقة بتاع المنتخب مصر ونشاط الكاس هو ده يعتبر المنتخبات ونشاط الكاس ومسمى والمسمى الخاص ببطولة الدوية فهي فيه جزء ليه علاقة بيه قدرة الاتحاد والمسكولين في ان هو يتفاوض على احسن عوائد للاتحاد وفيه جزء تاني مربوط طبعا بالحجم النشاط وحجم المشاركة لان الرعاة والمعلمين بيتفاعوا لحجم المشاركة النادي بيشارك في كذا بطولة بيشترك في عدد قد ايه ماتشاط مزاعة في ظهور قد ايه في اكتبتي قد ايه بحق قد ايه القاب يعني في النجوم اللي موجودين كل دول في الحزبة في بعض الدول بيرجحوا كافة الفاليو بتاعة النادي عن الفاليو اللي بتروح للاتحاد او اللي بيقدر يسوقها للتحاد اللي مايعرفش الاستاذ خالد رفعت كمان هو يعمل في فكرة التسويق وهو رجل من المسوقين اللي لهم اسمهم واللي لهم في المجال ده قال كل العامل اللي احنا بنتكلم عليه على مدار الحلقة النجوم اللي عنده بتحقق ايه وقبتهم ايه والجواز اللي بياخدوها ايه على الجانب الاخر البطولات ايه والالقاب ايه كل اللي اتكلمنا فيكو الشعبية ايه بتلعب عدد بطولات قدية وماتشاط قدية وده اللي احنا بنقوله لما انا اكون في الفترة الاخيرة دوري بطال افريقيا تلات نهايات ما تجيش ما احترامي ليك تقولي انا بطل الدوري اخر سنتين لا احقولك انا قبلها كم مرة على التوالي واخر 16 سنة 13 مرة الامور لا تقص كده حاجة اقولك كمان ان بنفس المعايير دي النادي الاهلي تسوقيا فريق او الرائع بتاعه بيشوف فريق بيلف العالم ويلعب اتنين كاسة عاملة ان ده ياخد برونزية وبيعلنه عن المنتج بتاعه مش بس محليا ما هيدي الفكرة جماعة اصلا معلش المشكلة يعني اللي البعض بيخفلها النادي الاهلي محلي ودولي النادي الاهلي محلي ودولي البعض 20 سنة منفيش حتة الدول فده بيفرق مع الرعاية شوي ده بيفرق بالتأكيد مع الرعاية ولكن انا فاهم الازمة جات منين عند جمهير نادي الزمالك وإعلام نادي الزمالك ممكن تكون من نقطتين النقطة الاولى الا وهي ان انا دائما وابدا يعني اعيني على النادي الاهلي ومحاول ان انا ادخل في مساواة مع النادي الاهلي وده حق اي نادي يكون عنده طموح المشروع ده النقطة التانية ان في فترة من الفترات كانت كابتن حسن حمدي رئيس وكالة الاهرام للاعنات وهو رئيس النادي الاهلي فظلنا البعض إن الكابتن حسن حمدي جامل النادي الآلي على حساب الأندية الأخرى بل على حساب وكالة الأهرام للإعلان فصدر عندهم مشكلة الرعاية إنه لقى فيه مجاملة بتحصل للنادي الآلي وفيه إجحاف بيتم للأنديية الأخرى لما باعدت وكالة الأهرام للإعلان لو لاحظتوا نفس النسبة ما بين النادي الآلي وما بين كل الأندية الأخرى هتلاقوا هي هي نفس النسبة بتاعت وكالة الأهرام للإعلان يعني السنة اللي فاتت النادي الآلي البث والرعاية وصل ل 950 مليون يعني يقترب من المليار السنة دي إن شاء الله إن شاء الله النادي الأهل يوصل في السنة ممكن جدا ل 34 مليار أو مليار في حالة البث والرعاية وارد على حسب الرعاء اللي يكونوا متواجدين وتنفسوا على رعاية النادي الأهل إن شاء الله لكن الأندية الأخرى كانت بتصل لتلت الرقم ده بالكتير قوي 40% من الرقم ده هي نفس النسبة اللي كانت بتحصل وقت وكالة الأهرام ومع ذلك الاتهام ظل موجه لوكالة الأهرام ولكن حتى مع اعترافات اللي شغالين في وكالة الأهرام أنا عارف إنها تظل دايما حول رعاية أزمة ليه؟ لأن الجانب الأولاني ما تنساش بس هو تكونوا متنستوه ألا وهو محاولة المساواة مع النادي الأهلي نطلع نشوف شخص أو صحفي وإعلامي كبير السيد محمد شبانة بيتحدث عن عمله في جريدة الأهرام وصحيفة الأهرام من أول يوم ليه في الصحافة هيتكلم عن رعاية النادي الأهلي أو رعاية وكالة الأهرام للنادي الأهلي إزاي؟ نشوف الفيديو ونرجعنا عنكم أنا في الراجل الأهرامي أنا عوض مجلس الظاهرة دلوقتي كانت في وصص الأهرام وطلع حياته كلها ما شغلت شغل في الأهرام على فكرة الصحافة يعني أنا بدي من عند 16-17 سنة في الأهرام فأنا متذكر أنه في سنة من السنين الأهرام كان بيخوش ياخد رعاية النادي الأهلي فوقتها الأهرام دفع شف 150 ألف ولا إيه؟ 150 مليون أسف ولا 100 مليون حاجة كده دلوقتي بقى بالمليار بس وقتها كان 100 مليون كان رقم يا خضري أعتقد 2007 2006 2008 رقم مستحيل فالناس هاجة جدا فتعامل اجتماع حضرته أنا حضرته يعني فتعامل اجتماع مع المديرين بطول الإعلانيات في الأهرام علشان خاطر يقولوا هل الرقم ده الأهرام يستطيع فعلاً أن يجيبه ولا ده بتجابل في الآن أقسم بالله الأهرام كان ماضي عقود مع رعاة ربعمية مليون جنيه في الهربعة سنة يعني مكسب الأهرام كان 300% يعني الرجل بيقسم بالله هو شغله في الأهرام من أول ما بدأ صحافة وبيقسم بالله أن هذا التحقيق تم وجات عقود الرعاية ده وجاء كل المكاسب المالية دي لوكالة الأهرام للإعلان اللي مش متذكر الكلام ده أو ممكن يروح للناس بقوله أن أنا فاكر كويس قوي لما وكالة الأهرام لإعلان خادت النادي الأهلي بمية واربعين مليون كانت تاني يوم بيتبيع فقط لغير صدر تشيرت النادي الأهلي لأحد شركات الاتصالات بمية خمسة وثلاثين مليون في الوقت ده كان فيه ثلاث شركات اتصالات في مصر اللي اتاخد فقط لغير أو الشركة اللي راحت لصدر تشيرت النادي الأهلي كان بتتنافس مع شركتين أخرتين مفيش شركة مش شركات دي راحت لنادي أخر فخلونا بس نكون الأمور واضحة وده اللي قاله شخص شغله من بداية تأسيسه كصحفي هو جريدة الأهرام طيب مش عندنا بس حكاية فردية أو شهادة فردية عندنا الناقد الرياضي الكبير أستاذ محمد سيف واللي يقوله زمالكوية أيضا وله مننا كل الاحترام والتقضيق وهو كان شاهد على العصر في الأهرام لسنوات وراجل من القامات يعني الصحفية في الأهرام تعالوا نسمعوا وهو أيضا يعطي شهادة للتاريخ كيف كانت عمليات الرعاية توجه للنادي الأهلي عن استحقاق وعن استفادة للمؤسسة أستاذ صحفية إبراهيم نافع يعني ساكت على حسر الحمد أكي؟ ماشي إبراهيم نافع جيب عديل أستاذ صراح الغامري المفروض أن كان بينه وبين إبراهيم أستاذ إبراهيم نافع فيه شوية حسية شوية أول ما يجي المفروض يشوف شلة إبراهيم نافع ويقعد قصص فيها بالزبط ومنهم يبقى الكابتن حسر الحمد وكالة تعالى عم تبتكسب كمية لا ما يفعلينش بسلامت غيره للنظام أو نافع ن Pokemon ماشي أساذ صراح الغامري وكاله إبراهيم نافع مريك مرسع اطالة وأستاذ مرسع اطالة والأستاذ ابراهيم نافع ما كانوا نش بيحبوا بعد خالص والخصام بينهم كان واضح نافع إبراهيم نافع كم ممكن بقى بقى ما يجي ولك ان النادين يجب ان أخذها النادي و ان النادين من النادي كان هناك لو كانوا في الأثناء حسن حمدي في منصبه وفي موقعه وعقد الرعاية بتاع الأهل بقى 76 وبتاع الزمالك وصل لحاجة و30 أو حاجة و40. وإلى لو كان شاف أستاذ مرسى عطالله إن في لعب أو تلاعب أو تفضيل نادي على النادي. وقف. كان لقف. طبعا. وقد بتجيل مغز جوله على حجر يعني. السلام وحدة. والمكالة مش هتفضل لما واحد يمشي أو بتاع أي حد يتع. مش هتبقى المكالة من غير بواب اطلاف. كققرة على ثقIVE ياريح وخالب اطلاف سريع باب والدركة الفقط. سورة فقط متعلق أو طفل من غير الناس جنوب أو كتب. و BLB' 1. لأد objetos النافسيةamat bayllible. ووَح ett står قادم التصينية للخصeler. على مرتكم المجال بال信 öffentlich اللي هو إنها شخص أريد هاتفتا 사건 النپ. . هي كثيرا زر متوفق كفية عامل Sen thirty five to ten. أصبح عمليم الناس جزء مثل يتكhelm فقط. نفس الشيء كلام أستاذ محمد سيف مهم جدا بس هتلاقوا مفرق إن اللي كانوا بيرددوا فكرة أصل إحنا مظلومين المسواف الرعاية أصل المسواف كذا على مدار السنوات دي يمكن من وقتها من 2008 أو 2011 مرورا لحد دلوقتي تخيلوا هم هم الأشخاص هم هم الأشخاص وهي هي الردود على مدار السنوات وعلى لسان قامت بتنتمي للنادي المنافس وطلع أستاذ محمد سيف قال لك القصة كان سهل يقول 100 و100 بس القصة مش كده الرجل عنده أرقام وعنده عوائد وعنده دراسات وليه الأمانة أستاذ مرسعة طالة الرجل اللي شغل رئاسة نادي الزمالك فيما بعد أصلا ليه فيديو شهير كان بيتكلم فيه بشكل واضح إنه هو كان شايف إن ده كان إجراء طبيعي لفوارك كتير جدا حصلة وعلى الجانب الآخر لما رفض المنافس هذه الأرقام وقال لا حسوق لوحدي فيما بعد وعفوا مشكلة كبيرة جدا وحقق خسارة كبيرة جدا وقال ده خطأ وقتها إنك ما تكونش مقدر الأمور بشكل صحيح وللأسف اللي بيتكلموا من وقتها هم هم اللي بيتكلموا دلوقتي على الجانب الآخر دكتور عبد المنعم سعيد وأيضا من القامات ده رجل دراسات زي ما قال أستاذ محمد سيف وراجل معني بالفكرة والأرقام وأيضا كان شايف إن ده شيء عظيم لأن النادي الأهلي كان يحقق أرباح ووكالة الأهرام تحقق أرباح وهذا عهدنا بكل الرعاة لأن النادي الأهلي أيضا لما كان متعاقد مع صلة وأنهى التعاقد الثاني يوم كانت بتتعاقد مع شركة مصرية وهي شركة بريزنتيشن وتحقق أيضا أرباح مهمة جدا لأن ده النادي الأهلي اللي دايما دايما قمت التسويقية بتصنع الفارق وزي ما قلت لكم هنا هتلاقي كلام مرسل هنا هتلاقي وقاع وأرقام مشاهدات موسقة للتاريخ النادي الأهلي بالنسبة للرعاة هي الدجاجة التي تبيض بيضا البضي الذهب يعني على طول كده تاخدها قاعدة وبالتالي تلاقي دايما صراع كبير جدا على رعاية النادي الأهلي الرعاية اللي بنتكلم فيها الأستاذ محمد سيف وكان قبل منه الأستاذ محمد شبانة كان بيتنافس ثلاث شركات الفارق فقط لغير أصبح مليون 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 يعني وكالة الأهرامي 41 وكالتين بعدها 140 و139 كان فيه سؤال بيترحوه في نفس البرنامج في الحلقة دي طب ليه الشركة اللي وصلت مع النادي الأهلي 140 مليون مراحتش لنادي آخر حتى ب70 مليون ليه الشركة اللي وصلت مع النادي الأهلي وداخلت في تنافس مع وكالة الأهرام 139 مليون مراحتش لنادي آخر ب70 مليون يعني بنصف القيمة حتى ده سؤال ده سؤال لازم اللي بيطرح قصة الشعبية والمساواة في الرعاية والكلام ده كله يسأل الأسئلة دي ليه ده ما بيحصلش؟ ليه ده ما بيحصلش دلوقتي؟ بس السؤال سهل وبسيط جدا لكن للأسف الناس اللي بتردد دلوقتي إنها واقع عليها ظلم كبير جدا في حقوق الرعاية هي نفس الناس اللي كان بيكون لها أراء مختلفة تماما وقت لما ظهرت أرباح وكالة الأهرام من رعاية النادي الأهلي نشوف الفيديو ده عشان تفهموا أصدقين عشان تعرفوا بس إن وكالة الأهرام للإعلان ضحكت أو ضحكت على النادي الأهلي أي وكالة إعلانية يبقى الربح بتاعها من 10 ل 20% من 10 ل 20% يعني أنا مثلا باخد 76 مليون جنيه بقى تفعل الأهل 76 مليون جنيه أكسب فوقيهم 20% مثلا يعني بنكال مثلا 15 كمان مليون يبقى كده وكالة إعلانية 100 مليون لكن السنة اللي فاتت يعني بعد نهاية الموسم كسبوا وكالة الأهرام الإعلان كسب من وراء النادي الأهلي 139 مليون جنيه الله أكبر يعني القصة كلها إن أنا هنتقد النادي الأهلي هنتقد النادي الأهلي الأول هقول إنه لا يستحق حقوق الرعاية دي وإزاي في التوقيت ده المبالغ دي كلها بتروح لرعاية النادي الأهلي وبنفضل نسخن ونعلى 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 ثم نطاطي 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 لما تظهر الأرقام وتظهر مكاسب بوكالات الرعاية من النادي الأهلي فنحاول الدف فنقول آه ده الآن النادي الأهلي تضحك عليه نحن لازم نحط النادي الأهلي دائما وأبدا في قفص الاتهام أعتقد الفقرة دي كانت واضحة كاشفة أعرفنا الأسباب اللي بتحدثوا فيها عن حقوق الرعاية ويفضل دايما الصراع موجود ومن حق كل جماهير الأندية المتنافسة مع النادي الأهلي أو بمعنى ضق اللحاق بالنادي الأهلي تظل تحلم دائما إنها تكون على قدر المساواة مع النادي الأهلي ولكن سيظل دائما الأمر صعب بالمستحيل جدا 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 نشوفكم بعد بقى ترجمة نانسي قنقر